مرحبا أنا كوتش لينا أنا مدربة كيك بوكسنج وبهذا الفيديو راح أفرجيكم خدعة أو سر صغير هيك إذا بتعملوه كتير ممكن يحسن لكم اللكمات المستقيمة هو صحيح أنا سميته سر بس هو يعني مش كتير سر مش لهذه الدرجة في كتير ناس بعرفوه طبعاً ويطبقوه بس برضو بالمقابل في كتير ناس ما بعرفوه وإذا أنت طبقت هذا الإشي الصغير هذا راح يحسن لك شغلتين أساسيات باللكمة المستقيمة أولاً إذا أنت من النوع بس تضرب اللكمة المستقيمة بتحس أنه ضربتك بتيجي بالأصبعين اللي صغار بدل ما ييجي بالوسط هاي الحركة راح تحل لك هاي المشكلة تانياً إذا أنت من النوع اللي بس تضرب اللكمة المستقيمة بتحس وجهك مكشوف برضو هذا الإشي راح يحل لك هاي المشكلة أوكي خلينا نبلش من وضعية القتال لما ترمي اللكمة المستقيمة طبعاً بدي أذكر أنه اللكمة المستقيمة ما لازم ترفع كوعك للأعلى أوكي بتمد إيدك للأمام بعدين بصير حركة الدوران بالقبضة فأنت بتتجه بالأمام مثل ما هي بعدين بصير الدوران عشان ما يرفع كوعك للأعلى وتكشف هذه المنطقة بس أرمي اللكمة المستقيمة وأعمل الدوران تبعي بدي تنتبه على وضعية إيدي في كتير منها لما يضرب اللكمة المستقيمة شكل الإيد مرات بيضله هيك شايف الميلان عم بحكي عن ميلان القبضة وفي ناس طبعاً برموها بتكون مستوية بهذا الشكل بشكل أفقي الإشي الحركة اللي بدنا نسويها بدنا نزيد الميلان أكتر للداخل مش كتير طبعاً يعني إشي بسيط يعني لا هي أفقية ولا هي عمودية إشي هيك بالنص بيناتهم تكون أنت برتاح عليها هاي الحركة لما نعملها بتخلي كتفك يعمل دوران للداخل فبيصير أقرب على وجهك وبالتالي بيحمي حنكك بطريقة أفضل يعني بدل ما ترمي البوكس هيك لما تزيد الدوران بتحسوا أنه قرب وبع وجهك لما يكون ملاصق لكتفك بصفي أنه أنت وجهك محمي فخلينا نتدرب على اللكمة المستقيمة على الجاب بهذا الشكل نزيد الدوران فيها وتأكد أنه حنكك ملامس لكتفك ونفس الشي طبعاً متعامل نفس الطريقة منتعامل مع اللكمة الخلفية اللي هي الكروس بس أرمي الكروس بدل ما أجيبها هيك أو هيك أزيد الدوران للداخل بحيث أنه الكتف يقرب على الحنك وبتعامل معها بنفس الطريقة شعري مشكلة شعري لأنه ما بنربط أصير لا هو أصير ولا هو طويل فهو جاي بالنص محير فكتير مرات بغلبني ما علينا المهم صفى الشغلة الأولى قلنا بيحمل وجه لأنه بيقرب الكتف والشغلة الثانية عملية الدوران هاي لما أنت تعمل دوران زيادة شوية بالقبضة هذا بيخلي الأصبع الصغير يبعد عن الهدف فما بتيجي ضربتك من هون اللي هو الخطأ اللي بيصير مع كتير من المبتدئين لما تزيد الدوران بتحس أنه الأصبعين الكبار صاروا هم أقرب للهدف وبالتالي فأنت بتتفادى كتير من الإصابات اللي ممكن تتعرض لها قبضتك إن شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو وبشوفكم بالفيديو الجاي سلام